شهدت دبي اليوم افتتاح أول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط تحت علامة ثرايف حيث سيسهم المصنع الذي يقيم في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم في تمهيد الطريق أمام تطوير إنتاج واستهلاك هذه الفئة من المنتجات الغذائية في دولة الإمارات والمنطقة ككل ويعد المصنع الأول من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل مشروعا رائدا ومبتكرا في المنطقة حيث سيوفر اللحوم النباتية الصحية والمستدامة والمصنوعة محليا بنكهات مختلفة مستوحات من مطبق منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع